السلام عليكم شباب ويأيكم مرتضى الجليحاوي Q3 ريلمي هذا سيعلن عنه بيوم 22 شهر يعني بعد يمكن يوميا أو يوم واحد من الأجهزة يقدم لك مواصفات حقيقة حلوة مع السعر اللي لاحظت طرحه فيه شركة ريلمي أتوقع أنه هذا جهاز يوصلنا لكن بالنتيجة الحد لان ماكو مؤشرات على هذا الشيء هذا الجهاز ظهرت لصور بالتسريبات انه ظهر مالته تقريبا يشبه ريلمي ثمانية برو الظهر مالته بتشطيبة ماني الألوان والكاميرات الفروزة بشكل وسطين للخارج لكن هذا الجهاز يجينا بشاشة مقاس 6.43 فول اج دي بلاس من نوع اوليد كاميرات راح تكون بعدسة اساسية 64 ميجابيكسل والعدسات الباقية ممكن ان تكون 8 مع 12 مع 5 ميجابيكسل لان هو يتكون من 4 عدسات كذلك هذا الجهاز اغلب مواصفاته انذكرت بالتسريبات لان اسربت صورة لمواصفاته وكذلك هذا الجهاز يجينا ببطارية هي 4400 ميلي امبير وتدعم الشحن السريع هو الاكثر من 33 نواط بعض التسريبات قالت اربعين خمسة واربعين او اربع اربعين واط لكن اهنا ما ذكروا بالضبط اشقدر مقدار الشحن السريع كذلك هذا الجهاز بعض التسريبات ذكرت النقاط اللي حصلها ب احد النواة بثناء النواة ب احد النواة حصل على 856 اما بثناء النواة حصل على 3538 هذا الجهاز يجيك بمعالج هو من ميديتك هو ال 1100 يدعم 5G نوعا ما هذا المعالج احنا ما مستخدمه ولا شايف ادائه الرامو راح يكون 8 جيجا الذاكرة مبدئيا راح يكون 128 بعد اكون نسخة 256 النظام بيجاء اندرويد داعش واخر واجهة من شركة رلمي كذلك هذا الجهاز بذكرة بعض الالوان هو يجيك بلون الازرق ولون الرصاصي ولون الاصفر يعني اكو بيه لون مميز اصفر داعما شركة رلمي تخلي لون مميز بالنسبة لاصداراتها كذلك هذا الجهاز ممكن ان يعلن بسعر مناسب السعر المناسب جديد وحسب مفهومنا انه راح يكون اقل من 400 دولار بما انه هذا الجهاز يدعم 5G اقل من 400 دولار اذا اجانا 250 300 دولار هذا نشوف مستوى زيان مستوى بالسعر زيان لكن اذا عبر 300 دولار لا ما يستحق ليش لانه اكو هواي خيارات وشركة من خليت لكن ميدياتك يعني اذا ما عالجتها صحيح اكيد راح يكون بيه حماوة يكون بعض المشاكل لكن هذا المعالج لازم يجي ونجربه ونقطع التجربه الشخصيه اليه ممكن ان يكون مشاكل بالسوفتوير بالجهاز بالمعالج ما معقوله لكن يجب اكو اشياء ام سويتها شركة رلمي نحسنك من الجهاز هذا الجهاز ما مجاربينه فمن جربه تقدر تعرف ان هذا الجهاز بمساوه او ما بمساوه بالنتيجة الخلطة كلها ممكن يجينا بصعر اقل من 300 او 300 دولار انه هذا الجهاز يعلن عنه بشكل رسمي ويوصلنا الى اسواق ونجربه ونشوف هل انه هذا المعالجات تناسب السناب دراجون او تنافس السناب دراجون او تنافس الاجهزة المعالجات الموجودة من سامسونج او غيرها نهاية الفيديو اتمنى اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك بالقناة اعجبكم ارتضاج ليحاوي وفي امان الله اشتركوا في القناة